الانهيرتنس معناها علم الوراثة معناها انه الصفات الوراثية اللي هي أو جيناتك انفورميشن أو كاراكترز باست فرم بيرانس توف سبين تتنائل من البييرانس توف سبين هناخد شابتر وان كرومصومز و جيناتك انفورميشن وليسن وان من الشابتر هناخد كرومصومز يعني ايه جيناتك انفورميشن معناها جيناتك تريتز صفات الوراثية أو كاراكترز تعالوا بينا نشوف كده هو عندنا هسبند ووايف وعندهم بيبي البيبي ده طبعا بياخد كاراكترز من بابا ومامته خدها ازاي الهسبند بابا عنده تستس والتستس دية بسلز عادية خالص لكن بتعمل نوع من الديفجن بيعمل ريداكشن للنمبر في كرومصومز طب هو يمتلك كم كرومصومز الفزر الفزر ده يمتلك 46 كرومصومز طيب يا ترى الماذر برضو عندها كم كرومصومز 46 كرومصومز في كل سل السلز بتاعتي التستس عند الفزر 46 كرومصومز بتعمل نوع من أنواع الدفجن اسمه مايوسز اسمه ايه مايوسز في المايوسز بيحصل ايه بيحصل ريداكشن للنمبر في كرومصومز انتو هاف يعني 46 ديفايد 2 تبقى 23 23 كرومصومز يبقى كل سل كل سل كل سل كل سل كل سل 23 كرومصومز طبعا كلهم معناها سنجل طيب تعال بينا نشوف يا ترى امتى يحصل بيرينج لكرومصومز الموجودة في السل طبعا لما تقابل كرومصومز ممثلة من الأج طب الأج ده يمين اللي كونه كونتها الماذر طب الماذر اللي كونت الأج ده كونتها ازاي كونتها من الأوفري كونتها من الأوفري يبقى الأج كونت داخل الأوفري السل بتاعة الأوفري 46 عشان تصبح 23 لازم يحصل reduction division اللي هو المايوسيز بارتو اللي هو اي المايوسيز أصبح هنا 23 كرومصومز في الأج و23 كرومصومز في السبر لما يحصل fusion للهد نيوكليس نيوكليس الهد نيوكليس أو السبرمي نيوكليس مع الأج نيوكليس هنا هو الفيوجن ده بيؤدي لتكوين زايغوت تكوين إيه زايغوت إيه زايغوت ده يمثل يمثل الفيرست سل فيها كم كرومصوم 46 23 منهم من السبر و23 منهم من الأج طيب إمتى بيحصل fusion ما بين السبر من يوكليس والأج نيوكليس بيحصل وقت الفيرتليزيشن وقت ايه الفيرتليزيشن نتيجة الفيرتليزيشن هي زايغوت والزايغوت يستقر داخل يوترس بتاع المذر داخل يوترس بتاع المذر لمدة 9 months اللي هي فترة تبلغنانس كلها طيب يترى الزايغوت هيفضل زايغوت طول العمر لا ده بعد يوم يبقى 2 cells بعد كده 4 and so on many 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 rounds of mitosis والmitosis هي نوع آخر من cell division للزايغوت علشان يكون newborn كان اسمه fetus أو embryo وبعد كده يبقى newborn لما يتوالد طيب السلز دي كلها كلها contain 46 chromosomes بنكبر كلنا بنبقى عندنا 46 chromosomes زي الفاظر ده أو زي الماظر ده طيب يترى ايه المراحل اللي مرينا بيها مراحل دي مرينا بـ كفاظر وماظر كفاظر وماظر صح كده طيب وكل سيل فيها أن ن دي معناها مجموعة من وكده من الماظر والأن التانية مجموعة من وكده من الفاظر طيب وقت ما الادل فيما بعد لجاية الماريج فيما بعد يكون ايه يكون جاميتس جاميتس دي كلها هابلويد كلها have number of chromosomes have number of chromosomes طيب نكمل كده مع بعد لما بحصل في جامتس وقت الفرت بيرجع تاني 2N كروموسومز أوكي 2N A كروموسومز السيلز بتاع 2N كروموسومز يطلق عليها سوماتيك سيلز سوماتيك A السيلز بتاعت البيبي دي كلها وحتى الزايق تعتبر سوماتيك سيلز سوماتيك سوماتيك A سيلز أوكي نكمل كده مع بعض قال لكن هوا ايه قال لنا هين هوا هناخد للتبسيد بدل ما نقول 23 كروموسومز نبسط الموضوع شوية عشان يبقى سهلة علينا حتى الملاحظة قال لك هنا في 3 كروموسومز موجودين في الهد تمام كده يديتوا مس لنيوكلز بتاعت الهد طيب 3 كروموسومز دول نمبر طيب امتى يحصلون بيرنج يحصلون بيرنج لما يعملوا بيرنج مع 3 كروموسومز دات اي الهد يبقى اسبح هنا 3 pairs of اي 3 pairs of 3 pairs of كروموسومز في المنطقة دي ادي 1 pair ادي 2 pair ادي 3 pair طيب ده اسمه اي اسمه زاقت طيب السوماتيك السلز تبتدي من زاقت لتر عن لكن الهبلو السلز هي سبير بيسموها جاميتس الجاناتيك انفورميشن يا ترى الجاناتيك انفورميشن مقصود بيها trace or characters هي دي the past from parents to offspring or young or baby اللي احنا شفنا طيب موجودة فين بالزبط الانفورميشن دي او characters دي موجودة على كروموسومز يبقى are carried on كروموسومز يبقى الجاناتيك الانفورميشن carried on كروموسومز اللي هي جينز يعني طيب الجينز دي زي ما اتفقنا في الترمي الاول ان الجينز كان sections من الDNA sections من الDNA يبقى الDNA carry a lot of genes a lot of a genes طبعا لكل characters اللي موجودة اللي انا امتلكها او انت تمتلك يبقى كل جينز carried طب فين الDNA الدينية فلدت حوالين مين حوالين بروتين تمام فاكرينو لما قلنا عليه نيكليو بروتين في الترمي الاول نيكليو بروتين ده عبارة عن كونجوجيت بروتين نوع من انواع البروتين عبارة عن نيكليك اسد اللي هو الDNA مع بروتين طيب كروموسومز are found inside ما كان الكروموسومز فين كروموسومز packaged inside نيكليس inside somatic cells نيكليس اكي the types of cells in all living organisms طبعا احنا بنقول types هي two types هي somatic or body cells كل cells بتاع اسمنا هي somatic cells لكن cells اللي هتخرج من التستس اسمها gametes طبعا six cells و اسمها sperms لو كان man ولو كان woman او wife بنسميها ايه نسميها اكس طيب نشوف somatic body cells طبعا produced by mitosis produced by mitosis ادي mitosis طيب كده والmitosis احنا تعلمنا فيه keeping number of chromosomes keeping number of chromosomes يعني لو فيه جرح في ايدي الجرح ده ازاي التاعم ازاي يرجع تاني normal انه السلز على جنباي الجرح بيحصل لهم division division ده اسمه mitosis يعني لو كان سلقة اهي اول ما يحصل جرحة تبتدي تعمل division بس اجلها order انها تعمل الاول حاجة اسمها dna duplication ضعف الكمية الكمية الدينية عندها عشان توزع على two daughter cells two daughter cells دول مش هيقف عند حال وما هيعمل برضو يكبر شوية يبقى full graph الذاية مامتهم الكبيرة اللي فوق دية ويعمل division من جديد انس ان لغاية ما ال وند ده يبقى filled with new cells كل سل خدتها من new part بعد healing of fund فيها نفس number of chromosomes يعني two n تفضل two n هنا two n وهنا برضو two n لو كملت بعد كده هو قلنا يعني ايه homologous معناها الكروموسوم بيحصل بيرينج تمام كده باخد واحد من الفيزر وباخد واحد من الميزر اي كروموسوم من الفورت السيكس عندي او عندك في كروموسوم باخده الممثل دي في length في size في genes الموودة لكن تختلف قوة genes دي قد تختلف قوة genes دي يعني حد ممكن يبقى اقوى من حد اوكي تعال بين هنا يبقى one chromosome from each pair comes from father والتاني comes from mother ده اسمه homologous pair of chromosomes طيب ايه الاسمبل الكتير الكتير دي جزام كل cells اللي انت تسمع على scan cells brain cells white blood cells muscle cells طيب حد لو سألت red blood cells طبعا red blood cells تعتبر somatic لكن مفهاش nucleus مفهاش ايه nucleus نكمل كده مع بعض 6 cells gametes gametes produce bi meiosis produce bi meiosis يعني produce bi meiosis يعني كان عندك أو عندنا 2N chromosomes 2N chromosomes تصبح 1N chromosomes بالmeiosis بإيه بالmeiosis يعني حصل having the number of e chromosomes كنا deployed أصبح na habloid يعني habloid يعني half number of chromosomes وده ميظهر شي غير في 6 cells بس طيب ايكون فين 6 cells دي ايكون it produced by gonads طب اي هي gonads الgonads عبار عن testes لو كان male human and male animals والmale human testes والmale animal testes بيكون sperms بيكون e sperms كلها habloid januar ok طيب الانثر الانثر دال male part of flower male part of flower بيكون e بيكون pulling greens بيكون pulling greens دي تعتبر gammets بتاع plant يكون flowering plant طبعا ال ovary هو part organ موجود في female human موجود في female animal موجود في female part of flower female part of flower بيكون ovary بيكون ovules بسميها ovules في حالة plant وبسميها egg أو ovum في حالة egg بتاعت human والأي بتاعت الانيمel بسميها egg أو ovum طيب لو خدنا gammets كأشكال نتعرف عليها دي كلها pulling greens بتاعت plant أنواع دية في منها smooth bowling greens وفي منها rough زي ما انت شايف دي تعتبر bowling greens دي male gamets بتاعت plant any plant اللي هو flowering طب نتجت من أني حتة بالزبط نتجت من answer هنا الانسر ده 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 الانسر طبعا عندها مجموعة من الانسر كلها مصانع لانتاج ال وكل الانتاج ده عن طريق اسمه ما يوسس اسمه ما يوسس كل دي ما تهمنيش كتسمية دلوقتي مش محتاج لكن نوت أنا محتاج برضو ال داخل 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 ده إذا كان طبعا إذا كان بلاقي بلاقي هنا واضح هنا فيه لها هاد اهو طبعا كده وليها تيل طويل مجموعة ال دي واضح انها برضو شبكة او اتاتش مع السيرفس تاع دي برضو ال طب ال دي واضح انها بتاع ال اللي انها خلاصة الخلاصة بتاعتنا النهاردة هو فيونيت 4 في اللسن الأوليني في أول بارت منه بنتكلم فيه يعني types of cells في منها somatic و6 cells اللي هي gametes وsomatic cells 2N وطبعا نتجت وهي نفسها بعد انتجها لما تكبر divided by mitosis to produce daughter cells ما زال كيفي number of chromosomes 2N طالما عاملت mitosis طيب اغونيز هي organs موودة زي تستس زي الوفير زي الانثر وي السلز بتاعتها 2N لكن divide by meiosis to reduce the number of chromosomes into half عشان تنتج هي عشان تنتج gametes اي gametes دية habloid يعني 1N طيب المال gametes fuse with female gametes تمام to reduce zygote 2N to restore the deployed number 2N of chromosomes again زي اول صورة احنا اخذناها اول صورة احنا اخذناها لو تفتكبوا كدا اللي هو المنظر دا سوري منظر اخذنا 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 اخذنا